اشتركوا في القناة اللي مستنيين البليلة السخنة بصوا بقى السقعة دخلت بالليل بالذات شوية بليلة سخنة كده بس تكون معمولة صح وطعمها حلو وقوامها محترم وشوية كنافة محمرة بالسمنة البلدي وعيشوا بقى بالليل في السقعة دي واتدفوا ودعوا لي دعوة حلوة او الصبح كده ايه فطارة حلوة كده بيعتبر وجبة في حد ذاتها بالطريقة المغزية الغنية جدا اللي هنعملها بيها النهار دا ان شاء الله ويلا بينا نسمي باسم الله ونقول المقادير وبعد ندخل على التحضير انا هقول اه يعني ايه متعتبرش مقادير زي ما كنا لسه بنتكلم هي مش مقادير هي اغلبيتها تقديمات الاصل عندي هم حاجتين بس للبليلة الغنية بتاعتنا النهار دا امح البليلة اللي احنا عارفينه كلنا دا اللي بيبقى موجود سواء سايب عند العطار او اكياس الشركات سواء ده او ده لازم يتنقى كويس ولازم يتغسل مليون مرة مش ميت مرة لازم افضل تحت المية الجارية في الحوض افضل اغسل فيه لغاية ما يوصل للمرحلة دي يبقى بصوا منور كده دي حاجة الحاجة التانية المية بتاعته تبقى شفافة بصوا اول غسلة هتبقى المية فيها عقارة كتير وهتلاقي فيه من الامح دا عايمة على الوش كل اللي هيعوم على الوش دا لازم يترمي لازم دا غير صالح للأكل اطلاقا تمام افضل اغسل فيه لغاية ما المية تبقى شفافة وبصوا لما اجي قلت فيه كده اهي مفيش حاجة عايمة على الوش كده تمام كده احنا شغالين صح ومية مية وزي الفل بعد كده بنقعه لمدة ساعتين مش اكتر من كده لو اتنقع اكتر من ساعتين بيفصل القشرة في السلق وتلاقي القشرة لوحدها والحباية نفسها لوحدها ساعتين في مية عادية مش مية سخنة خالص هيبقى حلوة عليها قوي بتطرى بس معنا اهي يا ستي اتفضلي شايفة منور ازاي الله هو اكبر عليه دا كده الامح المخصول صح وتنقع لمدة ساعتين بيبقى بالشكل انتوا شايفينه دا ماشي كده سواء الكاس الشركات او السايب دا او دا نفس الخطوات بتاعتنا واحدة طيب ايه تاني عملته جبت معلقتين رز ونقعتهم هم كمان في شوية مية اهو بالشكل دا الرز مع غلة البليلة او قمح البليلة لما الاتنين هيستووا مع بعض هيديني البليلة بتاعت عربية البليلة بتاعت زمان مية تقيلة مية بليلة تقيلة غنية طعم قوي جدا جدا وفي نفس الوقت لون هفاتح كده ويشرح ولا مستهلا انك تحط فيها نشا زي ما كتير بيقولوا البليلة حط فيها نشا عشان قوامها يتقل ولا اي حاجة شوية رز حكاية هنعمل ايه بقى مية بتغلي على النار ناخد اول خطوة بس معنا بسم الله يلا على طول وقادي الرز هصفيه بس نصفيه من المية اللي نقعته فيها ماشي كده وهنزل بالرز الاول في المية وهي بتغلي اهو معلقتين كبار على نص كيلو قمح بليلة او غلت بليلة اهو وهسيبه يغلي شوية لغاية ما يطرق ويبتدي يدخل في السواء على ما انتوا بسرعة تطلعوا فاصل وترجعوا نكمل بقية البليلة الغنية بتاعتنا مع بعض فاصل قصير بس سوا القناة تتغير اهلا وسهلا نجيكم بعد الفاصل تعالوا نشوف الخطوة الوحيدة اللي عملناها قبل الفاصل المعلقتين الرز اللي احنا هندمس بيهم البليلة او هنسوي معاهم البليلة حطيناهم لوحدهم الاول في المية تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل طبعا وطيت عليهم شوية درجة الحرارة بتبتدي الرزاية بقى ايه تستوي يعني بتدخل في السواء بصوا وبتطرى معانا بالشكل ده هنا بعد الكام غلوة اللي خدتهم بصوا حتى لون المية جميل ازاي والنشة بتاع الرز نزل كله في المية وهو المطلوب دلوقتي بقى كده سواء الرز او المية دي مستنيين في استقبال البليلة بتاعتنا عشان تطلع لي شوية بليلة عسل هنعمل ايه بقى هنصفي مية النقعة واتفقنا ونقول تاني ان احنا نقعناها ساعتين فقط بس عشان لما تستوي القشرة ما تفصلش وبعد كده اهي خدتها من مية النقعة وهنزل بيها كده على الرز معلقتين الرز اللي كانوا بيستويوا الاول علشان على مالبليلة بتاعتنا تتدمس وتستوي كويس يكون الرز ده داب وما بقاش ليه اثر ولا وجود الا اثر جميل جدا مية اه ليها قوام حلو جدا دي حاجة الحاجة التانية بليلة فتحة زي بتاعت عربية البليلة اللي بنبقى مش عارفين اللون الفاتح الجميل ده جاي منين بصوا حتى ميتها تده لون هيبقى فاتح ازاي وهي لسه اصلا ما استويتش بص دلوقتي يا داغير الرز باين لوحده وامح البليلة باين لوحده اهو بالعين المجردة كده انا شايفة الرز وشايفة امح البليلة محتاجة بعد التسوية ما يبانش المنظر ده ان الرز ده يكون داب تماما وداني قوام بليلة تقيل وزي العسل زي ما هنشوف الحلة المستوية اللي جاهزتها لكم قبل ما نبتدي على طول الحلقة بتاعتنا يلا بينا نشوف بقى الكلام ده ازاي هنشيل دي بقى نسويها على نار هادية خالص لمدة نص ساعة وبعد كده بطفي عليها واسيبها تاني ونقول كمان نص ساعة تغلي وبعد على نار هادية خالص وبعد كده اطفي النار وغطي الحلة واسيبيها تكمل سواها في الماء السخنة بتاعتها تلاقي الحباة فتحت واستوت بالراحة وقلبها استوى وما استعجلتش عليها في اي حاجة خالص تعالوا نشوف بقى المستوية وشكلها عامل ازاي بسم الله يلا بينا هبهركم النهار ده هبهركم هبهركم يا استاذ حسين استاذ حسين صباح الفل عامل ايه بص حلة البليلة بتاعتنا عاملة ازاي بعد ما استاوت لا ده عسل 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 اشيبي الله يخليك صباحك زي العسل اتفضل يا شيف نعم بقول لك وصح لك طيبة عجنال حددك يعني يوم الست اتجاعي ان شاء الله يخليك الله يخليك صحة وصعادة يا شيف صح حياتك يا رب وانت طيب الله يكرمك يا رب خليك تتكر ربنا يديك الصحة الله يخليك نورتني بصوا بقى ده اللي بنتكلم فيه شوفوا ما بقاش فيه رز خلاص خلصت طيب الرز عمال لي ايه اولا اديها ايه مغزائية عالية اكتر واكتر دي حاجة الحاجة التانية اديها اللون الجميل الفاتح اللي يشرح ده بصوا تفتح النفس ولا تحط لسه عليها لبن ولا حاجة وشوفوا اللون هاععمل ازاي طب والقوام بصوا القوام شوفوا قوام تقيل ازاي ولا نشا ولا غير نشا منها فيها اهيه شوفوا قوامها تقيل عسل غنية بليلة غنية وجبة الوحدة شوفوا ميتها تقيلة ازاي بصوا اهيه حاجة كده بقى ايه لغز العنب هوطي عليها النار واللبن اللي أنا هسقي به البليلة تعالوا نشوف هنعمل في إيه ده بقى هنزود درجة الحرارة شوية لو أنت من الناس اللي بتحب تخزن القشطة البلدي يعني سواء وش اللبن أو القشطة نفسها بتجيبيها عندك في البيت هتبقى حكاية البليلة بالقشطة هعمل إيه هاخد كده حتة قشطة بلدي جوه اللبن وهو بيسخن يا الله عليك جمال بصوا شوفوا منظر القشطة البلدي هنروح منزلينها كده في اللبن أهي وخليها تسيح مع اللبن تديلي لبن غني جدا مش بس كده هدوب كمان في اللبن ده اللبن اللي هسقي به البليلة هدوب كمان نص كوباية سكر والسكر ده بيبقى على حسب الرغبة يا جماعة فيه ناس عايزة البللم سكرة الناس بتحب الحاجة مسكرة عيشوا اللي سكر يدوبك على الأد برحتكو خالص فأنا حطيت في اللبن اللي هسقي به البليلة القشطة وحطيت السكر واجي رشة بنيليا صغيرة خالص وبعد كده هنقلب كل ده فقلب بعضه كده لغاية بس ما القشطة تدوب في السخونية بتاعة اللبن طيب تعالوا بقى نخزن البليلة مع بعض لو أنا عايزة أخزنها في كياس واشيلها في الفريزر في المرحلة دي مرحلة التدميس دي بعد ما استاوت كده وبقت زي العسل تبرد أحطاه في كياس الكيس لاستعمال مرة واحدة يطلع الكيس أروح حطه على طول في اللبن وهو سخن وكلي أحلى بليلة في دقيقة واحدة مين معنا؟ يا أمو فريدة أهلا وسهلا يا صباح الخل يا شفهالة صباح الخير إزايك يا مو فريدة إيه الحلويات دي إيه راك في البليلة بتاعتنا؟ صح فوالله يا شفهالة يتعامل منها مشاريع صح؟ هو ده وقتها اتفضل يا مو فريدة يلا عملي أحلى مشروع تسلم إيدك يا شفهالة من ورد دنيا لاميلي يا قلبي والله تعيش يا حبيبة قلبي نورتين نورتين يا حبيبتي خلاص القشطة هي دابت ودت اللبن غناوة حتى لو اللبن اللي عندك لبن مش قوي القشطة والحركة اللي عملناها فيه دي تخليلك اللبن غني جدا كده احنا تمام زي الفل جاهزين بقى نحط ده على ده ونشتغل على طول قادي اللبن هاخد كده على طول بعد ما القشطة دابت فيه والفانيليا والسكر هروح واخده كده اللبن بسم الله على البليلة ينهر عسل النهارده حطوا كده اللبن على البليلة ودوقوا النهارده احلى شوية بليلة ودعو ليه بصوا مش محتاجة اي حاجة ولا محتاجة نشا ولا محتاجة سحلب ولا الكلام ده كله السحلب يعني حسيت كده بيغير طعمها ما بيدينيش طعم البليلة الأساسية وبيتقل قوامها قوي بيخليها كأنها دخل على مهلابية لأن طبعا السحلة بيبقى فيه نشا لكن كده مع القشطة ومع الفانيليا ومع كمان الرز اللي احنا سلقنا القمح بتاع البليلة بيه بس خلاص هي مش محتاجة أي حاجة شوفوا جمالها وشوفوا حلواتها بصوا أهي ستي طبيعية 100% هنفترك بليلة بنحتفل بيك النهار ده بصوا بقى بليلة يا جماعة مغزية جدا 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 بس ده كده القوام المزبوط جدا مش هنشلها في الفريزر وهي عليها لبن بنشلها في الفريزر وهي مسلوقة بس أهي بس يا ستي عسل وسكر كده هي جاهزة بقى يلا بينا وحطة القشطة اللي دوبناها في اللبن الأول دي بتعمل شغل عالي جدا جدا في قوام البليلة وطعمها الغني يلا بينا نمسح بس الحلة دي كده يا مدمها أهلا وسهلا سواحي السعادة سواحي السعادة سواحي الهنة عليك يا مدمها سواحي السعادة الحاجات الجميلة دي يا شوفها لبس استعملت غرينا كده كل يوم يعني شوفي قوامها عامل ازاي مدمها بصي طبعا 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 مش شايفة بيضة خالص ازاي بص جمالها لا جميلة الواحد يعملها بقى النهار دا بتشكعيني احنا على الحاجات الجميلة دي ايوة احنا ورانا غير المعمل اه والله المعمل دي مني المعمل اشتكع تقوليش كده حبنا ايخليك يا شوفها لبس لبيدك على كل حاجة حلوة تعملها كده الله يخليك يا حبيبي تقلبي دورانا دايما كده والله صباحك زي العسل زيك كده يا مدمها اشكرك حبيبي تقلبي يلا بينا بقى ايه نجيب بقى بولات شكلها شيك حلو كده تليق بالملكة بتاعتنا النهار دا بالبليلة بتاعتنا النهار دا يلا بينا نجيب كوستر حلو كده بسم الله ونجيب البولات الحلوة يلا عم داغر بص البولات بتاعتنا ها الصرف باين ورينا باين ولا لا دا النيش فتحت النيش يا اخويا اه والله يا لهوي فتحت النيش يا داغر شفت بقى قلبي جابني كلي دول كده هنا شياكة كده وقلاجة يلا سايب بنيش من غير بولات ودي المعالق يلا يا باشا بص بقى هنعمل ايه اول حاجة هحط الاول شوية كنافة متحمرة بالسمنة البلدي كده تحت في البولات كده من تحت اهو طبعا بقى ايه وجبة كاملة متكاملة ماشي كده يا جماعة زي بالزبط اللي بنجيبها من برا طيب وبعد كده هنعمل ايه بعد كده بقى هنروح واخدين البليلة بتاعتنا بسم الله ونحط الاول ايه الحب لغاية يعني لغاية الكمية اللي انت عايزها من الحب يعني فيه ناس بتحب الحب بتاع البليلة ده اكتر وفيه ناس تقولك لأ حطيلي لبن اكتر فانت حطي كده كمية حلوة كده محترمة ماشي وبعد كده نروح حطين عليها اللبن يا سلام يا سلام يا جماعة انا هعمل مشروع واعد على باب القناة النهاردة اهو واللي عايز يشاركني يشاركني بصوا كده حطينا الحب كده الاول وبعد كده ايه حطي بقى شوية لبن على اساس بس ان انت تخليها تقيلة يعني ما تخليش اللبن يبقى اكتر يا سلام يا عم داغر وانت boot بتعاكسنا كده في البولات بتاعتنا هههههههههههههة بصوا بصوا طبعا دبعا من النيش ههههههه هههههه البليلة في الشتة دي مايغلاش عليها حاجة لا نيش ولا غير نيش ده احنا بنستنى الشتة عشان البليلة والعاتس يعني أكتر حاجتين بنستنى الشيطة عشانهم أهو بس يا ستي كل اللي أنا هاجي بقى دلوقتي هحطوا على وش البليلة دي إضافات من عندي يعني اللي موجودة عندك تقدري تحطي أي حاجة موجودة عندك مفيش أي مشكلة خالص جوز هند ماشي سننجيب منديل بس نشوف كده عشان إيه أهم من الشغل إيه زبط الشغل طبعا يا باشا طبعا بصوا منظر البولات عاملة إزاي يلا بينا آه تمام كده يلا بسم الله يلا شوية جوز هند بقى حلوين لو موجودة عندك كل اللي جاي ده دي إضافات زيادة يعني اهو كده بندلع بيها بس البليلة بتاعتنا أهم حاجة يا جماعة لما تستوي زي ما قلتلك على نار هادية عشان أدي فرصة للأمح بتاع البليلة إنه يفتح ويستوي برحته ما يبقاش اسمها مسلوقة لأ تبقى بليلة متدمسة مع شوية الرز اللي إحنا حطناهم وهو المطلوب بعد كده بصوا بقى بعد جوز الهند أنا عندي جريمة دلوقتي هتحصل جريمة متكملة الأركان القشطة القشطة البلدي تعالوا معي بسم الله هناخد حتة كده سامحوني 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 في الجريمة دي في المنظر ده كمبلة أيوة الحجز ابتدى أنا قلت أنا هعود على باب القناة واللي عايز يجيلي أنا هعمل منها مشروعة بصو كده يلا وبعد كده أي مقصرات موجودة عندك هي فعلا قمبلة في بلد معينة ومكان معين مشهور بقمبلة البليلة دي الناس اللي بتسافر كتير عارفة المكان ده إيه واسمه إيه أهو بصو إيه ده إيه ده يا ستة لميز ده إيه اللي بيحصل النهار ده ده بالمنظر ده بس يا ستة وبعدين شوية كنافة بقى في الآخر كده وهنا كمان خداقة بقى إيه هتحصل دلوقتي على البولات بتاعة البليلة وأخيرا بتاعة النيش أوه هي مش بتاعة البليلة هي بتاعة النيش وبعد كده إيه عسل بقى كده بصو أهو بالشكل ده تاني أهي بصو حاجة بسيطة كده شايفين البليلة حولناها لإيه على رأي ده كمبلة كمبلة بس يا ستي ألفة هنا وشفة مفيدة وغنية جدا جدا وكمان حركة الرز اللي عملناها دي خلتها غنية أكتر وأكتر بشوية التحبيش الحلوة اللي عملناها فيها وما تنسوش كمان بولات النيش دي لها تأثير تاني خالص على البليلة ألفة أنا وشفة ليكم جميعاً يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتعملوا شوية بليلة كده زي بتاعة زمان قوام طبيعي تقيل 100% بدون أي إضافات خارجية تأثر على الطعم وكمان بتخلي مية البليلة اللي هما معلقتين الرز قوية جداً لو عندك بيبي فوق السنة معدي السنة مية البليلة دي مفيدة جداً ليه بتساعده على المشي وبتأول عضم مية البليلة بس فوق السنة اوعي حباية من البليلة تبقى في المية لقدر الله ممكن تشرق البيبي فيعملوا كده ودوهم مية البليلة لكل الأطفال اللي فوق السنة يا محمد أهلاً وسهلاً يا صباح الفل يا نولو صباح السعادة معاكي ايه يا نولو تعملي ايه بس يعملي بليلة معاكي ايه بليلة تعملي معنا ده شفت البليلة عاملة ازاي النهاردة يا محمد انتي بصي مش يخلي انا عايزين حاجة جد يعني حبيبت قلبي انا تحت امركم يا محمد او مولانا موجودة ليه انتي بس من فيد مهم احنا من لسا فيد منك حبيبتي ربنا ايه خليكي طب انتي ايه رايك في البليلة النهاردة جميلة بالحركة بتاعت معلقتين الرز دول جميل اه فكرة والله انا عاول مرة اشوف فكرة اه ده بصي بقى ده انا جايبالكم السر ده من اعماق اسرار بتوع البليلة سألهم حتى لا جميلة والله تسلم يا حبيبتي قلبي وتدي بيات للبليلة اه وده انتي يعني شوية لبن صغيرين وتلاقي البليلة كده بيضة كده وميتها بيضة وريقة وتقيلة كده في بعضها وانتي بتاكل البليلة تحس ان الكلتي وجبة كاملة الف اهنا وشيف يا حبيبتي قلبي يارب الوصفة تكون عجبتكم سهلة وسريعة بس فيها اسرار هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله هتغير مفهوم البليلة تماما تماما عندكم دلوقتي بقى فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصتش طلعوا فاصل بسرعة ورجعولي نكمل حلقتنا مع بعض فاصل قسير بس سوا القناة تتغير اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل وسلنا لفقرتنا المميزة جدا انا بسميها كده فقرة مليانة نجاح ومليانة طاقة ايجابية فقرة فيها سمار مبادرة السمنة نقوس خطر يعني عارفين انتو لما تبقوا قاعدين السمنة عاملة حوالينا كده بحست ايه حاجز اوصور عن حياتنا الطبيعية لا قادر اتحرك ولا قادر اروح ولا جي وكل مزعل ولا داي احط اهمي في الاكل ازود المشكلة اكتر واكتر وفاجأة الاق قدامي حل يعتبر كده زي الحل السحري هتكلب راحتك خالص هتعيش حياتك عادي جدا بس في نفس الوقت عمالة تفقدي في الوزن وتخسي لغاية ما توصلي لمرحلة تبقي رادية فيها عن نفسك وتلاقي صحيا كمان بقيتي احسن واحسن مين بقى صاحبة المبادرة دي ومين اللي بتفتح لنا باب الحبس اللي احنا بنبقى جواه حبيبتي اللي منوراني النهاردة الجميلة قلبا وقالبا دعاء سهيل دكتوراه في علم التغذية البشرية اولى مؤسسي فكرة التخسيس اونلاين مؤلفة كتاب التغذية واصر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي صحبة مبادرة السمنة نقوص خطر اهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا شهر دايما منوراني يا ربي يخليكي مرسي على صدفتك النقيمة ودايما سمار المبادرة لما بيكونوا موجودين معنا بيدي طقاء اجرية وانصر اساسي في نجاح المبادرة دي ان حضرتك بتغذلنا من وقت برنامجك وقد ايه ان احنا نقدر نوري الناس فيها حالات فقدت الكابوس سمنا دي كابوس فقدت الهم ده وبدأوا حياك تانية ففعلا ليكي عظيم الفضل والله ونرحب بناده زيك يا نده نده دي صفر المبادرة اه كلمينا بقى عن حالة نده نده تختلف عن الحالات اللي جبناها قبل كده نده معانا من خمس شهور تمام فقدت خمسة واربعين كيلو وما زالت مكملة ان شاء الله كمان شهر او اتنين نكون ثبتناها على سبعين كيلو ان شاء الله وبإذن الله جلنا تاني ولو اطال بينا وبيكم العمر كمان سنة نجيبها مثبتة ما شاء الله نده من افضل سمارة المبادرة دي كانت مشاكلها ايه يعني اهم من المشاكل كانت مسببة هتحكي هي وانا هعقب لك عليك وليل نيه نده انا والله المشاكل بتاعتي كنت طبعا ما كنتش بعرف البس اللي نفسي فيه كانت اللبس الحركة التحرك بتاعي دلوقتي يعني ما شاء الله الله او اكبر يعني بقيت كل حاجة تمام معي كانت لبس بقى حركة دلوقتي بقى انزل اودي بنت الحضانة روح اجيبها برحتك خالص او برحتك خالص يعني او بقيت غير الاول تماما الاول كان الواحد قاعد اصلا ما بيتحركش كنت يبتاكل كتير يا نده او وكان الالم انت قاعدة بقى كده او على طول بقى شهر او او اي حاجة جاي قدامي وحالة التلاجة كل حاجة او كنت رستا هقول لحضراتك برده او فتحاني التلاجة ده برضو على طول سبب ونير سبب او يعني الصراحة لا الحمد لله من ساعة ما ابتديت مع استاذ دعاء بجد او ما شاء الله الله واكبر طبعا او ربنا يبارك فيها يعني تبتبقى بعملين الفريق مع استاذ ناجي او اعرفتي اعرفتيها ازاي بقى انا ده من على نتو وكده والشاشة والترفيزيون كنت في الاول كده مقتنعة بفكرة التخسيس اونلاين يعني ازاي لا طبعا انا مكنتش مقتنعة بس لما شفت كذا حالة حبيت ان انا جرب ولما جربت الصراحة ما يعني هي دي بقى الطاقة الايجابية اللي بنقول عليها او لما شافت الحالات قدامها يعني ايه كان يتدافع قوي ليها ان انا ليه لك مد او طبعا يمكن يمكن تبقى صاحي معايا طب نشوف صور نادا كده يا جماعة قبل وبعد مع بعضنا انا عايزة بس تستعدي للشكل بس يا نهار ابيض ان شاء الله مش قادرة اصدق يا نادا بجد يا نادا انت دي كنت عايزة اتفجر صحيحة انا عايزة اقولك ان حتى ملامح الوش بينك ان انت حد كبير في السن اهو يعني مثلا ايه كان انا بنتكلم مثلا على والدتك اهو فعلا يعني حتى ملامح الوش كانت كبيرة اهو مش انت خالص اللي انت قاعدة قدامي بالملامح دي دلوقت لا وسعف الطمحات بيعلى النهار ده هي بص هنا برضو كنت عاملة ازاي يعني برضو ده فرحك اهو اه لا يا جماعة والله يبصوا الاختلاف قد ايه يعني ما شاء الله لا ده انت تحكيلي بالتفصيل الممل اه عن فكرة يا سنة ورصية يعني بصت كل تفصيلة ورصية اه اه العيلة العيلة من قبل ما تبدأ وهي تعاني من زيادة وزنة طبعا سمنة الورصية دي اصعب انواع السمنة اللي ممكن تكون الحمد لله ما فيش حاجة صعبة معانا لان اه لكل حالة وطريقة التعامل اه هنا هي جيناتك يعني يرجع لجينات للأب او للأم اه كمان هي تاريخ السمن معاها طويل اه فانا هنا حد مشكلته الاكل محبة للأكل هي محبة للأكل تنتمي لأسرة بيأكلوا كتير وبيحبوا الاكل ويبطبخ كويس وطبعا عروسها بقى وتجوزت وخليفت وعايزة تبهر جزا وتعليق وتوريه بقى الأكل لا ده غير الحمل والولادة اصلا برضو بيزودوا الوزن من الحاجة دايما اقول الحمل بيكسب الوزن 20% من وزنك 20% بيزيد ان انا اغفل عن الوزن اللي انا بكتسبه بعد الحمل والولادة لا ده غلط المفروض ان انا تخلص من الوزن ده في اقل من سنة اقل من سنة من بعد الولادة من بعد الولادة ما استناش بقى شانا واثنين لا لا طيب يا ندا ايه تيني كانت مشاكلك بقى هي المشاكل كانت بالنسبة لي كانت الحركة والأكل كتير وكده دلوقتي مكساك صاريانا تفضلك ايه اللي جواكي قلتش انا هاخس ايه اللي تعابك ايه اللي زعابني التنمرات التنمر التنمر بتاع الناس الصراحة كان كلام يداية كان اوه مش كبيرة يعني عشر يداية ندا اوه خمسة وعشرين سنة اوه بقى فالتنمر الصراحة هو ايه اللي التنمر كتير قوي خلاني بقى لأ خلاص انا هوصل لقرار ولازم اللي انا هعمله وجربت قبل كده مثلا مع نفسك كده تعملي دايت جربت اوه كتير كتير طبعا جربت جربت كتير وعلشان الدايت الحاجات معينة باكل كل اوه باكل كل نفس فيه بس طبعا بعقل اوه اوه بس يعني هو طبعا اسمه ضايت بدون حرمية اوه بس يعني انت جربت كتير قبل كده جربت جربت اوه كل حاجة محدش هيحرمني من حاجة اعملت ايه بقى جبت الكورسات اتصلت لاول اوه اتصلت وبعد كده بقى طبعت اول كورس لقيت من اول كورسة خمسة كيلو ده كان في اول ايه في اول شهر ولا اول اسبوع اول شهر جبتو نزيلت خمسة كيلو اه. ده قلت ده كده يعني تمام اوي. ريحتي بقى. انا لازم اكمل. ام. طبعا في ريحتي ما كنتش مكتنعة. اه. بفكرة الاونلاين وبتاعة وكده. ام. لكن اول ما جبت اول كورس دوت لقيت نفسي خسيت خمسة كيلو. يعني انا قلت لأ ده كده تمام اوي. ام. بقيت بقى استمريت وبقيت. بس من اول ما خلتتي بتارية تتحس ان انتي مش جعانة. اه. اه. حالة الجوع اللي موجودة دي على طول لا ما بقتش موجودة. والمية كثيرة طبعا انا انا بشرب اه. اه. بقيت شابي مية كتير. حالة. تاريت ريف اليوم. ام. طبعا دي برضو مع العلاج بتقفل بقى. اه. 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 لا استراحة يعني يا قطار خيرا دكتورة دعية واحدة. يعني لقيت فعلا الكلام صح. اه. ان انا باكل كل حاجة. اه. 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 وفي نفس الوقت في المقابل انا برضو بخس. تمام. اه. اه. وفي نفس الوقت بحل المشاكل اللي كانت من اغاصة علي حياتي. ايه صح كده? اه. 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 بتقولك اه. 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 اه وعشان كده هي مبسوطة قوي لان دايما اقولها هي طبعا اخدت معنا يعني كورسس كتيرة جدا خدت خمسة ولسه مكملة يعني اخدت تقريبا اربع او خمسة اخدت كورسة البيسلم وخدت البيستا وخدت الاناسيليم اخدت الاربع او خدت الكورسات كلها لا دا لسه مكملة انا شهية عالية ومحبة للاكل شهية عالية وبتجوع كتير وبتاكل في اوقات متأخرة وبتقول لي عندي مشكلة انا كنت اصحى من النوم اكل اه ان انا اكون نايم واصحة من النوم اكل ده عندهاش الكنترول ده يبقى انا لازم اديها اللي افل لها الشهية على مدار اليوم وسمنا وراسية طبعا سمنا وراسية ده المفروض ان انا بعملها لايف ستايل بقى المفروض ان انا بعللها معدل الحرق عندها لازم خلاصة التوت البري وليه خلاصة التوت البري عشان اعلي معدل الحرق وطبعا ده اعلى انواع الحوارق التوت البري يعني ما يعادل تكهيز 6000 يعني ما يعادل 40 سمر التوت بري هنا انا بعلل الحرق وبقفل شهية بالتالي بسحب من الخلايا الدهنية المخزونة قصرة أو تكرار أنها تتبع حمية غذائية معينة والعديد من الحميات الغذائية عطل عملية الحرق ما بشربش مية عندي مشكلة في عملية الحرق أنا هنا مش بحرق كويس تمام فبالتالي لازم يعلي معدل الحرق وقف الشهية وعمل لايف ستايل ممنوع الأكل مثلا وهي ما عندهش الكنترول ده لأنه لو عنده ما كانش زاد وزنها بالضبط المفروض أن أنا بأديها الجرعة بتاعت كورس البيسلم لأن كورس البيسلم يحتوي على 5 ملي جرام من البسيليا وكمان خلاصة الأناناس ومعروف أن الأناناس ده يعني خلاصة البرومالين ده منظم جيد لحركة الأمعاء أنا هنا حركة الأمعاء مضبوطة الشهية مقفولة كمان أنا مش عايزها تخس ويباني على بشريتها ماشاء الله نادا لدي ماشاء الله أحلوت صغرت جمالا يعني أو على الأقل على الأقل خدت سنها الحقيقي طبيعي لكن في الصورة قبل لو نفتكرها تاني كان شكلها جبير شكلها جبير طب تعالي نقول لحبايبنا يا جماعة اللي بياخد القرار زي نادا كده أهي قدامكم مثال حي بتتكلم عن حالتها عندكم أولا أرقام التلفونات اللي موجودة قدامكم على الشاشة اتواصلوا مع خبراء التغذية وفريد وعسويل عن طريق الأرقام اللي موجودة على الشاشة ده رقم واحد نيزل عالوز بس من الأرقام مشغولة لنحن عندنا ضغط مكلمات لعندنا البديل صفحة الفيسبوك اللي مش هيعرف يوصل طبعا افضله حاوله شوية بس اللي مش هيعرف يوصل عندنا صفحة الفيسبوك الصفحة موثقة بالعلامة الزرق جنب الاسم دي الصفحة الوحيدة الموثقة لفريق دعاء سهيل اهي العلامة الزرق اهي قدامكم وفيه كمان عندنا الانستجرام كمان نقدر ندخل برضو نتواصل مع خبراء التغذية عليه يبقى كده عندنا الفيسبوك والانستجرام وعندنا كمان أرقام التلفونات اللي موجودة على الشاشة خلينا اقول لنا شطرين كده زي ندا يعني انت اتصلتي على طول يا ندا اخدت القرار على طول اه لقيت نفسي خصيت خمسة كيلو قلت لأ ده نازم أكمل طيب أنا عندي سؤال بقى مهم كست بقى سبت لست بقى جوزج بقى دلوقتي لأ جوزج دلوقتي صراحة مبسوط مني جده طبعا هو الاول اول ما خصيتك كده هل بقى مبسوط عشان وفرتيله الأكل ولا مبسوط دي نتو لا عشان احلوت ولا دا ولا دا عشان احلوت صح كده ندا اه طبعا اه قالك بقى يعني مش تتحرك بقى وفي التحرك الشقة كنت الأول ما بعملش حاجة أصلم أصلم غزن عنك مش أدري الوزن مع الحركة بقى مش لأ ما فيش لدلوقتي بقى اعمل كل حاجة في الشقة دلوقتي بقيت يعني هو كمان مبسوط مني في كل الحالات بقى في كل الحالات كان الأول هو اللي بيجيب لي الحاجة ما كنتش بقدر انزل دا طيب و جميل والله دلوقتي انا بقى اللي بنزل وطلع وانا اللي راح اجيب بنت ووديها وكده اه دي صورتها وهي عروسة ودي صورتها انها اه يعني هي عملت عكس الواقع الواقع انا مثلا ايه في الاول بتبقى واحدة رفيعة او نوعا ما ايه لو بعد الجواز بتدخن ايه عشان هي تاريخها ليه هي نزلت خمسة كيلو في اول شهر هنا هي تعاني من زيادة الوزن منذ الطفولة خلاص انا انا هنا عندي خلايا دهنية سلاسية الدهون السلاسية او الدهون الصعبة او الدهون العنيدة او اللي موجودة داخل الجسم ذات الامد الطويل دي بتاخد وقت في ان انا اقدر افقدها لمن هو يعاني من النوع ده من النوع الدهون طيب هل هنا ده مكتوب عليه انه يكمل بقية العمر بزيادة وزن لا طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش على الارض ده الا وخلق ليه الدواء هنا شهية عالية هنا سمنة وراسية هنا موجود تاريخ الخلايا دي من خمستاشر وعشر سنوات داخل الجسم يبقى انا هنا بقت متربطة بعمل ايه لذلك انا بديها التوت البري من بداية اول كورس لان انا عايزة اكسر الخلايا الدهنية دي وحولها لدهون سهلة يعني احادية وسنائية التكسير دي اول شهر كان خمسة اما تلي شهر كان عشرة اه 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 انا هنا بداية يعني الدهون انا خلاص اول شهر اه خمسة كيلو بعد كده خلاص الدهون اتكسرت عاليت معدل الحر كانتش بتشرب ميا خالص ودايما نقول يا جماعة الميا مهمة جدا الميا مهمة جدا الميا هي مهمة لعملية التمثيل الغذائي ده ما يقص تخصصي اما اذا تكلمت عن فوائد الميا لاجهزة الانسان كاملة يعني الست اللي ما بتشربش ميا النظارة البشرة مش موجود الناس اللي ما بيشربوش ميا عندهم مشاكل في الكلا الناس اللي ما بيشربوش ميا يعني اعضاء الجسم داخليا ينعيشها الميا يعني الميا وجعلنا من الماء كل شيء حي الميا مهمة جدا فانا هنا عاليت معدل الحرق بتوت البري وشرب الميا انا هنا قفلت شهية انا هنا قدرت افقدها خمسة واربعين كيلو في خمس شور خمسة واربعين كيلو ده رقم مش قليل ابدا ومكملة وان شاء الله اذا اطال بنا وبكم العمر باذن الله كمان شهر كمان باذن الله تيجي فقدة كمان عشرة كيلو انا هنا غيرت عياتنا وعادي وانت واخدى قرارك بكده واخدى قرار كده بتاكل عادي جدا يا ندا اه بكل النفس في باكله اه اي اكل بتعمليه في البيت بتاكل منه مع عقلك ومع بنتك عادي جدا مفيش اي مشكلة ندا زيادة الوزن تسبب احراك اه طبعا اكيد انا بجاوب اهو يعني بناءا عن كل اللي بنشوفه اه طبعا بسبب احراك بتقولك بتقولك التنمر اول كلمة نطقتها معانا الناس بقت حشرية بس يعني اه والله انا لا هي هي خفة دم رخمة اه يعني نص الهزار جد اه اه اللي يقول الكلمة متخلن دمه خفيف بقى وانه بيقول فيه حلو لكن للأسف دي ممكن الكلمة دي يا جماعة تبقى سم قاطل اه طبعا نحافظ على على يعني الكلمة الطيبة صدقة اه يعني الكلمة الطيبة كشجرة طيبة اصلها سابت وفرعوها في السماء الكلمة الطيبة صدقة يعني لازم اقول كلمة طيبة قد ايه الكلمة الجرحة بتعلم داخليا ممكن تخلي انسان بدل ما ياخد دفعة ان هو يفقد الوزن لا هي ممكن تحطه في حالة نفسية سيئة بقول يامن تعانوا من زيادة الوزن زيادة الوزن ليس عيبا ولكن هو خطر على صحتك السمنا نقوس خطر يهدد صحتك يهدد حياتك هو العيب ان انا اقعد حتى ايدي على خلدي وسكتة السمنا اه مش عيب لان فيه اسباب كتير قوي ان الواحد يكتسل السم لكن العيب عليك ان انت يكون دامي الحل انت النهاردة تعاني من زيادة وزن وبتحب الاكل مش هتعمل ضعيت انت النهاردة بتعاني من زيادة وزن ومعندكش وقت الرياضة هتغسل انت النهاردة بتعاني من زيادة وزن وغير قادر على انك تعمل ضعيت وان انت تاكل انواع معينة من الاكل وعلى فكرة انا بعضه للناس اللي ما بتعملش ضعيت لان الاكل مكلف الى حد ما في الايام اللي احنا فيها بس الاكل مكلف والكورس مكلف فبالتالي اعمل الشيء اللي ينفع صحيتي لا استني استني بمناسبة المكلف عايزين عروض استنوا اسمعوا معايا بسرعة على عروض عشان نتصل الى اوامي انا فعلا بشتغل جاهدة في المبادرة دي بالذات ان انا اعمل كل اللي في وسعي ان انا فعلا اقدر اوصل لعدد كبير في نهاية السنة انا كل سنة بعمل لنفسي رقم اوصله في نهاية العام وده بيكون سمار المبادرة سمار ما شاء الله سمار مبادرة تقسمنا نقوس خطر ما شاء الله لحد النهار ده ولسه باقي عالسانا ما خلصيتش ما شاء الله اكبر من السنوات الماضية باضعاف وطبعا يعني دعما للمبادرة وعشان خاطر يشوف هلا على راسي والله طلباتها 20% خاص كمان اول اول ميت متصل 40% خاص اتنين كورسة عليهم كورسه دية كمان النهار ده في اتنين هدية على الكورس الواحد يعني والحد الساعة 12 بالليل ما فيش مصاري في شحن كمان ايه لعبسته النهار ده بقى ايه يعني فيه كرم في العروض وفيه كرم في الهدية وشك حلوة علينا يا نادا طبعا زماني كنت بتتمني الحاجات الحلوة دي كنت تبقى ساعة محجرة بعملها والله بعملها والله لوحدي منغربة طب قوليلي يا نادا لو رجع بك الزمن كنت هتعودي السنين دي كلها زي ما انت كده ولا كنت هتأخذي القرار على طول في ساعتها كنت هاخد القرار على طول طبعاً كنت هاخد القرار على طول وكنت بدون تفكير انتي عملت لنفسك حياة جديدة يا نادا او طبعاً بكل حاجة فيها جديدة طبعاً ستايل لبس او شكل حرقة طبعاً على طول العبيات الصودة دي زي ما احنا شايفين الفرق عجبني قوي نتائج كورس ما شاء الله بيمتاز انه هو في نسبة عالية جداً من الفايتامينز علشان تكون هي كبديل او كمعود غزائي مفيش حاجة يسمعها مكمل غزائي بدون فيتامينز ومينيرالز انا مش باعلم عن منتجات على فكرة وانا من النوع اللي ما بيتكلمش عن مكمل غزائي غير لما يكون فعلاً ضمن نتائجه اول حاجة مرخص وزارة صحة وده مهم جداً جداً يحتوي على فيتامينز ومينيرالز عشان يكون هو كبديل او كمعود غزائي كمان خلاصة البرومالين والبرومالين معروف ان هو منظم جيد لحركة الامعاء كمان بيحتوي على فيتامينز اللي هو بيدي البشرة النضارة كمان ان يعني نسبة خمسة ميلي جرام ده بيقدر ان هو يبقى يملى وياخد حيس كبير داخل المنعدة بالتالي ما بيكونش عنده مساحة ان يناكل ولا منطق ابداً وانا معاييش شهية عالية وقول لها اعمل ضايت لذلك انا ما بعملش ضايت بناكل كل حاجة عادي جداً وبنسب قليلة مرتاح اللي بناخده بقى الكورسات اللي بناخدها هي اللي بتتحكم في الكمية وكمان كورس السوبر سيليم يحتوي على مجموعة من الاعشاب النادرة اللي فعلاً وكلها طبعاً بتكون بتقمع الشهية وبتنقي جسم من السموم طيب احنا معينا الحاجة نادي على التليفون يا حاجة نادي أهلاً وسهلاً حبيبة قلبي ازايك؟ يا حاجة نادي احنا سبناك كتير على التليفون زيناك؟ حبيبتي ازايك؟ تمام الحمد لله منورانا؟ منوران بوجودكم يا حبيبة قلبي اهلاً وسهلاً اينا بوجودكم ده سعيدة زي ها قصة نادي الله يرحمه من السعيدة الله يرحمه اهلاً سهلاً اهلاً وسهلاً يا حبيبة قلبي قوللنا يا حبيبتي ليك سؤال ولا ليك تجربة؟ لأ هنا لنا تجربة مع دعاة والحمد لله بفضل ربنا وبفضلها الحاجة نادي أخذت معاها 20 كيلو وكان وزنها 108 حضرتك بنتها؟ بنت هل يمتابع مع الدكتور ناجي أهلا وسهلت ناجي النهاردة ميل وميش وبسم الله ما شاء الله يعني خذت 60 كيلو معهم في 8 شهور كم كيلو 60 كيلو حضرتك منين من محافظة أطوان ما شاء الله كنت أقول لك تعالي حلقة وبعدين هي بتقول لك والدتك كمان أعتقد أنه هيبقى صعبة 60 كيلو الله ما صال على النبي يعني ما شاء الله نتيجة طيبة جدا مش أقول لك نتائج المبادرة دي غير ماشاء الله وغيرت كده أنها كانت عندها حالتها الصحية تعبانة جدا ما كانتش بتعرف تمشي خالص مين اللي اتصل بقى علشان يطلب الكورس الوالدتك مين مين اللي اتصل اتصلت واحدة جاريتنا هنا من عندنا هي اللي عرفتنا بالدكتور كان معنا الدكتور ناجي لحظة بلحظة وفعلا ما تخرش علينا بأي تعليمات ومشان على التعليمات اللي هو جال همه بس ظب طب هي اللي مع الوزن ده كله كانت كده بصحة وصحيتها كويسة وبتأكل كل حاجة عاجي جدا هي دلوقتي بتأكل كل حاجة والحمد لله وزنها الثابت وشكلها تغير خالص وجسمها الحمد لله زي ما هو بس هو نازل كم سنة ماما؟ 50 سنة 50 سنة 50 سنة ربنا اديها الصحة والعافية ربنا اديها الصحة والعافية بس فرق معاها بقى في الحركة فرق معاها صحيا فرق معاها نفسيا فرق معاها؟ لا الحمد لله كانش اول حاجة ما كانش بتعرف تمشي خالص الله ملك الحمد كمان بغي لجلالي وزر وعسين وصحان يعني دور الاول اللي عندينا ما كانش بتعرف تطلع دلوقتي ما شاء الله تطلع دور الرابع والخامس ما فيش اي مشكلة ما فيش يا ديك في التنفس ما فيش اي حاجة من التعب اللي كانت بيحصل معاه زمان فانحنا كل فترة وفترة لعن دكتور للجلب بسبب السمنة اللي هي كان عنديها ودلوقتي بقى كل دكتور روح له بسبب الوزن لازم تخيص ما طبيعي انا دلوقتي علشان احل مشكلة العظام وقول له ماما رجليها هتعباها فانا اتخلص من المشكلة اللي نتج عنها المشكلة ما وانا مش هعمل مش شايف زيادة الوزن وهاخد مسكن ومعروف ان ادوية العظام كلها بتتعب المعدة فانا بدل متعب نفسي لا انا تخلص من زيادة الوزن ومشاء الله خمسين سنة فقدت ستين كيلو وعلى فكرة حالة ماما ليه تختلف شكرا الاول يا حاجة نادية واسمعينا بقى دايما السيدات على مدار العمر يتضرر عملية الايدة او عملية الحرق او عملية التمثيل الغذائي السيدة من التلاتين للاربعين مع كل سنة تدريجة كده بتفقد الكدرة على حرق خمسين سعر حراري لما بيوصل بيها الامر انها تكون خمسين سنة فهي فاقدة الكدرة على حرق ألف سعر حراري يعني ما يعادل وجبتين في اليوم هي مش بتحرقهم طيب هل دا معناها ومشاء الله خير دليل ستين كيلو تفقده ومن أسوان تحية طيبة طبعا لجنوب مساء ان انا اقدر افقدها ستين كيلو تضررت في الحرق مرتين اول مرة لما عدت التلاتين واكتسبت وزن زي تاني مرة بعد انقطاع الدورة الشهرية ولغبطت هيرمون الاستروجين وده الهيرمون الانسوي تكتسب المرأة خلايا دهنية حوالين الخاص لذلك كلمتني ستا قيتلي انا طول عمري سباحة ورياضية جدا وباكل بنفس الطريقة انا من العشرين وانا النهار دا خمسة وخمسين سنة انا زيد وزني في اخر عشر سنوات قلتلك كويس ان انا من اخر عشر سنوات لان الصح من اخر يعني من اخر خمسة وعشرين سنة المفروض اه طبعا النهار دا انا اكلت الوجبة اللي انا متعودة عليها وبحرقة وما بيزيتش وزني اما بتخطط تلاتين انا بقيت قادرة على لحد الخمسين كده قادرة على عدم حرق يعني غير قادرة على عدم حرق الف سعر حراري يعني واجبة دسمة وفطار او عشر فهنا لازم علي معدل الحرق هنا لازم اراعي ان عندي لغبطة فيرمون الاستروجين هنا انا دايما الفترة دي من حياة الست الحالة النفسية ما بتكونش احسن حاجة المفروض ان انا لازم ادعم الحالة دي بعشب وده العشب المسؤول عن الحالة المزاجية المفروض ان انا نديها نسبة علي عشان نسبة السكر في الدم يكون مظبوط اه ناخد دينا بس يا دينا اهلا وسعي اهلا ديك يا دينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باكلم يا حبيبتي بعد الشر عليك احنا معيك يا قوت بعد الشر عليك يا حبيبي بعد الشر عليك يا حبيبتي ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب لا حبش منك ابدا يا احدى اشوفك الدين يا الله تعيش يا حبيبتي عدينا معاك يا هو اتفضالي بحقول اللي انت عايزها يا دينا انا والله اول مرة اتكلم ومحرجه اول بس انا فرحان يا حبيبتي ربنا يفرح قلبك يا دينا والله انا قبل اي حلقة نفسي تدعبانا خالص جدت اه موت نفسي بجد والله بجد انا عمتا انا بالنسبة لاني لو انت شفتيني او عاللتيني انا مصعبة مصعبة ان انا خيس لان انا بحب القكل بطرقة جميل بحب القكل بصي على فكرة مش لوحدك يا حبيبتي قلبي كل الدراسات الحديثة قالت ممن يعانوا من زيادة وزنة السبب شهية عليك العشرة في المية دول اسباب تانية اللي هو ضعيف السبب مردي اللي هو مريض سكر واكتسب وزن لان السكر بيسبب انا باكل لحد ما ببقى شابانة وباكل يعني شابانة خلاص معتش ده الشرح العصبي باكل يعني وارجع قول لأ وزعل وارجع حش نفسي وارجع عرق لحد ما وصدت ان انا دخلت على 140 كالو كم سعلا حبيبتي قلبي انا منعي السلفتي في البيت كانت معي في المجرسة منظري ومن سن ما قولكش انا منظري زعل انا لسه ماكملتش 30 سنة ماكملتش 30 سنة لسه صغيرة يا دكتور اتعقادت من حوالي لا ولد اتعقادي ولا ايدي ايه ليه بصي بصي يا حبيبتي قلبي دلوقتي احنا جايبين نادا ليه وصورها بنحطها قبل ليه معلش ونابي تنزلولها الصورة علشان تشوف ان مفيش مستحيل بصي يا حبيبتي قلبي نادا كانت هنا 130 كيلو اما النهار ده ما شاء الله قاعدة قدامك هي وبتتكلم وزنها 85 كيلو يعني 45 كيلو نادا قدرت انها تخسهم ده دليل على ايه دليل على ان ما فيش شيء صعب ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش اسمعينا من التليفون على الارض ده الا وخلق ليه الدواء انت شاهية عالية ونفسيتك الغير راضية عن اللي انت فيه ملغبطة يعني انت عندك نسبة السكر في الدم بيضة المفروض ان عندك هرمون الجوع مرتفع بتقولي باكل شبعانا باكل جعانا واكل ماهل انسان لما بيجوع المخ بيبعت اشارة الجسم بيبعت اشارة يختلط على المخ تفسرها هل انا زهان رايحاكل ولا انا زعلان رايحاكل ولا انا جعان رايحاكل يختلط على المخ تفسرها بالتالي بتاكل وبيزيد الوزن والحالة النفسية انخفاض لهرمون السعادة وهي هرمون السيروتونين لان انا غير راضية عن نفسي حين الكورس بتاعك منفعش يكون قفل شاهية بس لازم يكون فيه نسبة عالية من عوش بالفولنج عايز اثبت لك الحالة المزاجية نعم بشكرا في الاستاذة ايمي اوي 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 انا بحباها اوي ايمي؟ كم خسيت ايه معاها قدي ايه خسيت معاها؟ انا كنت بلت مئة سبعة وثلاثين وطولة مئة خمسة وستين اه رجلية دي انا جاء لها غموطيزم ما عودش قادر اقف عليها هتوقفي وهتبقي زي الفل وخريعة الربرس وحنا وطعال انا كلمتها انا كلمتها انا كنت انجرست حياة كتير قوي انا جرست حياة كتير قابليه كتير كتير اه فروح قلبي قوليه خسيت اعدي انا الوقت يعني بنزل وطلع لي عطي بلعبة برض يعني كنت وصلت ال 111 اه والوقت رجعت ثاني بعد 114 من 137 رجعت ثاني يعني كانت 137 اه لمية واربعتاشر وبعدين 111 حلو جدا يعني اسمعي بس يعني انتي عارفة خسة كم كيلو اه انا فرحانة اه تقريبا طب 16 كيلو خليها تسمعينا عن طريق التليفون يا حبيبتي اه لا 26 كيلو حتستفيدي اكتر يا حبيبتي انتي نازلة 26 كيلو 26 كيلو ومية سبعة وتلاتين بقيت النهاردة 111 26 كيلو كملي يعني اه مش دعاسو ايه لوحدها اللي هتخليك تخسي ولا الكورسس لوحدها لازم ان يكوني مسرة ان انا لما افكد 26 كيلو هكام اه انا خسيت 26 كيلو يعني انا قادرة افكد كمان 26 كيلو وقادرة ان انا اوصل الوزن المثالي وقادرة ان انا اغير رأيي عن نفسي ان انا اوصل للشكل اكون راضي عنه اه 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 游 سمار للمبادرة وان شاء الله ان شاء الله إن شاء الله الايام اللي جاية يكون فيها باذن الله يا رب حالات كتير تيديكم دعم وان مفيش صعب ان شاء الله وما زيد يا رب من التقدم الحلقة بتخلص بسرعة مع حضرتك يكد�� الحلوة بقى الوقت الحلو شكرا يا نادى مورتينا يا حبيب التأليم مرسيل حضرتك والله شكركم على متابعتكم الكريمة وبتمنى دائما من الله ان حلقاتنا كلها تعجبكم وتفتكم واشوفكم على خير في حلقة جديدة تعجبكم وتفيدكم اكتر واكتر والسلام عليكم